منذ اللحظات الأولى للتوتر بين واشنطن وطهران حضر العراق في المشهد بوصفه خاصرة رخوة يمكن استخدامها وخصوصا من قبل إيران في حال تصاعدت المواجهة مع أمريكا ولأن شيئا من قبيل إقحام العراق في هذا الصراع زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بغداد وحذر المسؤولين من مغبة السماح باستخدام الأراضي العراقية لاستهداف المصالح أو الأفراد الأمريكيين مع الالتزام الكامل بالحياة في حال عجزت بغداد عن اتخاذ موقف مؤيد للولايات المتحدة لكن المتحكمين في المشهد السياسي والعسكري في العراق أصروا على زجه في دائرة التوتر صاروخ كاتيوشا يسقط على مقربة من السفارة الأمريكية في بغداد ومصدر إطلاقه الباحة الخلفية لمرأة بأمانة بغداد وهي منطقة تخضع لنفوذ ميليشيات حزب الله والعصائب والنجباء على وجه التحديد الولايات المتحدة اتخذت عدة خطوات تشي بأن الوضع العراقي مقبل على انفجار على خلفية التوتر الأمريكي الإيراني السفارة الأمريكية طلبت من موظفيها غير الأساسيين مغادرة العراق وأوقفت منح التأشيرات إليه وعززت واشنطن من وجود قواتها بوحدات إضافية وأسلحة دفاعية وفي المجال الخدمي أيضا غادر العراق أكثر من 230 عاملا أمريكيا في مجال الإغاثة أكبر الشركات العالمية المستثمرة في العراق شركة أكسون موبيل الأمريكية سحبت موظفيها الأجانب من حقل نفطي منتج في البصرة على الرغم من التزامها بعقد للعمل في الحقل على الجانب الإيراني تعيش ميليشيات الحشد في حالة تخبط فبينما تتبرأ من كل حادثة تضر بأمريكا تعلي من حدة التهديد والوعيد لأمريكا في حال استهدفت إيران كما أن الخطاب الداعي إلى إقحام العراق في الخندق الإيراني بدأ بالتصاعد ولم يقف عند قادة الميليشيات المسلحة بل تعداه إلى السياسيين بدون أدنى أي فائدة يراد للعراق أن يدفع فاتورة التوتر بين متخاصمين اتفقا على احتلاله وتقاسما خيراته